ترجمة نانسي قنقر مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج وعدد من المسؤولين من الجانبين أشهد سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي في كلمته خلال الحفل بالتعاون المثمر مع مكتب التربية العربي لدول الخليج بما في ذلك هذا التعاون التدريبي الذي يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز عملية تدريب وتمهين كوادرها مزارة التربية والتعليم تترجم على أرض الواقع توجهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهلي البلاد المفدح حفظه الله ورعاه من تكون مناهجنا الدراسية تجسد الروح البحرينية فيما يتعلق بتعزيز قيم الحوار وقيم التسامح لذلك احنا ركزنا في هذه اللقاءات التدريبية على دور المعلم باعتباره يمثل القدوة للطلبة وفي نفس الوقت نقل الخبرات في تعزيز الشراكة مع المجتمع وزارة التربية والتعليم بعد أن حققت ولله الحمد مشروع المدارس معززة للمواطنة وحقوق الإنسان أعتقد لليوم لدينا القدرة أن ننقل تجاربنا إلى مجالات أخرى ومتنوعة لذلك تجدين الميدان التربوي حريص كل الحص على الاستفادة من أي خبرة تحصل عليها وزارة التربية والتعليم ننقلها إلى موقع آخر داخل إطار من التعاون المتبادل لذلك نحن علاقاتنا وثيقة مع مكتب التربية العربية دول خليج ونتطلع إن شاء الله إلى المزيد من الدورات على هذا الصعيد من جانبه أكد معالي مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج على دور مملكة البحرين البارز في إنجاح جهود المكتب للارتقاء بالمسيرة التربوية والتعليمية الخليجية مبينا أن وزارة التربية والتعليم قد اقترحت عددا من الموضوعات التي تناولتها هذه البرامج التدريبية المشتركة والتي أشاد بها المختصون بالمكتب وقد تم تعميمها على بقية الدول الأعضاء لتحقيق أقصى استفادة منها وعلى هامش الحفل كرم سعادة وزير التربية والتعليم ومعالي مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج مدرستين البحرينيتين الفائزتين بست جوائز في مسابقة مبادرات المدارس الصديقة لمكتب التربية العربي لدول الخليج في دوراتها الرابعة في إنجاز تعليمي جديد لمملكة البحرين مملكة البحرين دائما رائدة في التفاعل مع برامج المكتب والمدارس الصديقي هي إن شاء الله من البرامج التي الحقيقة تتحقق فيها الأهداف بشكل واضح يتسابقون الطلاب من دول الخليج عبر الموقع الإلكتروني لمدارس الصديقة ونرى نتاجهم اليوم أنا سعيد جدا بأن رأيتهم وقد كان من نصيب مدرسة زنوبيا الإعدادية للبنات خمس جوائز أما الجائزة السادسة فقد كانت من نصيب مدرسة الحد الثانوية للبنات لي الشرف أنه أنا أفوز مرتين على التوالي مرة في عمل تطوعي والآن في عمل فيديو يتكلام بشكل عمل احتياجات الخاصة وهو العاقة البصرية فأحنا عندنا هدف واحد وأن نخلي مجتمعنا يصبح متمكن رقميا فدمجنا التمكين الرقمي مع الاحتياجات الخاصة عشان نقدر أن نحن نحقق أهدف تنمية مصدامة وغيرها وأنا فخور ويد بهذا الشيء وأنا أحب أهدفه زي حق المملكة وإحنا نفذنا في مبادرة فيعة المدرس واللي ساعدتنا أن ننشر القيم الإيجابية في المدرسة وفي الوطن هذه المبادرة ساعدتنا أن ننمي بعد ويد جوانب عندنا مثل التصوير كتابة القصص وعدة جوانب ثانية وطبعا هذه المبادرة تحفز الطالبات والطلبة أنهم يتفاعلون مع ذوي الاحتياجات الخاصة في عدة مجالات ونواحي وبهذه المناسبة أشاد سعادة الوزير بما حققته المدرستان من نتائج مشرفة في هذه المسابقة التربوية الخليجية والتي تأتي في إطار الإنجازات التعليمية العديدة التي حققتها المملكة في الفترة الأخيرة ومن أبرزها احتلالها المركز الأول عربيا في مؤشر رأس المال البشري وذلك بناء على حجم مشاركة خطاعي التعليم والصحة في الإنتاجية إضافة إلى الحصول على أعلى معدل تقدم في نتائج الاختبار الدولي للرياضيات والعلوم تيمز بما يعكس حجم الجهود المبذولة للارتقاء بالمسيرة التعليمية المباركة وذلك بدعم ومساندة كبيرة من قيادة بلدنا العزيز حفظها الله ورعاها